ازيكوا حبابي عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن تسريبات احداث الحلقة 27 من مسلسل مجاريح عبدالله بيفوق وبتكون فوزية شغالة في الاجراءات بتاعة الطلاق من عبدالله بسبب موضوع الشلل اللي جاله وبيكون متضايق جدا بسبب اللي حصله ده بينما اخيرا اتحقق حلم بدرية والتوكيل الرسمي لادارة اموال ابوها بيكون معاها والمحامب يتواصل معاها وبيدي لها التوكيل اللي مضيت عليه غنيمة وطبعا كان ده شرطهم علشان يخرجوها لكن غازي هو اللي ساعتها علشان خاطر تخرج من المصاحة النفسية وعبدالله لما بيعرف ان التوكيل مع بدرية بيكون متغاز جدا وكمان بيصدى ان ما بيلاقي فوزية خلاص حيزة تطلق منه وبدرية بتكون مبسوطة جدا وفرحانة ان التوكيل بقى معاها وحتقدر ان هي تصرف زي ما هيعايزة اما بعد كده فبعد التسجيل اللي سمعوه الزباط عن خالد وهو بيتفق مع عبيد ان هما يتخلصوا من عبدالله بيروح الزباط وبيروح صديقه بنفسه وبيقول له ان هو جاي علشان يقبض عليك اول ما بيشوف صديقه الزباط بيكون مبسوط لكن مرة واحدة بيقول لنا جاي علشان يقبض عليك فبيتصدم على طول وبيروح معاهم لانه كان بيتكلم عادي وما كانش يمدي اخوانه ابدا وكان مش مفكر انه ممكن يتم تسجيل المكالمات اما هنا ياسمين فبتسمح حوار صادم ممكن يكون الحوار بين منصور وبين حمد ممكن يكون بين اخوتها لسه مش عارفة صراحة بس هي اتصدمت لما سمعته بينما هنا خالد بيتم التحقيق معاه وبيقول انه اصلا ما ينفعش انه كنته تسجله كلامي وحواراتي من غير اذن وبيطعم في كل التسجيلات وبيقول انه معملش حاجة وبتكون فوزية مصدومة لما بتعرف انه هو سبب في انه هو يعمل الحادثة دي لجوزها عبدالله ويسبب له شلط طول عمره والراجل اللي اسمه عباد بيقول ان احنا اتورطنا خلاص هو وخالد بقوا متورطين في موضوع حادثة عبدالله وغازي بيساعد غنيمة ان هي تخرج براء المصحة النفسية وغنيمة بتخرج تقريبا الحلقة دي او اللي بعدها وبتخرج وبتكون مبسوطة وبتروح على المزرعة بتاعتها اللي ادهالها غازي تكفرا عن زنوبه وبتعيش فيها في سلام وامان حالة مشعل بتبدأ تتحسن والمفروض ان هو وماجد حيرجعوا لكن الصدمة القوية لما يعرف ان التوكير راح لبدرية وانه مش مع جدته ولما يعرف انه هم عملوا كل ده في جدته حيكون متدايق جدا من عبدالله ومن بدرية فهل حيسيبوا معايشين معاه ولا ممكن يطردهم برا لانهم برضو مش اولاده كل ده عن عرف احداث الحلقات الجاية من مسلسل مجريح والنهاردة تكلمنا عن اهم احداث الحلقة 27 حلقة بكرة من المسلسل ياربوا الفيديو يكونوا عجبكوا ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها فعلوا جرس علشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على خير واستنوا باقي تسريبات المسلسل حبكم وايد باي باي